بسم الله الرحمن الرحيم تكلمنا في الحلقة الماضية عن هرم المعرفة هرم مثل هرمات الثلاثة التي عندنا في مصر هرم المعرفة وأشرنا إلى أن قاعدة هذا الهرم هو التفكير وإحكام هذه القاعدة إنما يكون بدراسة ومعرفة قوائل التفكير التفكير العشوائي لا يمكن أن يؤسس على أساسه هرم المعرفيا صحيحا هذه القاعدة هو التفكير ومن التفكير يشكل الإنسان رؤيته الكونية التي بمثابة أصل الاعتقاد أصل التفكير أصل الفكر والرؤية عن الحياة عن المبدأ عن المعاد عن حقيقة الإنسان من أين وفي أين وإلى أين هذه الرؤية التفسيرية للحياة فلسفة الحياة هذه لابد أن تكون عنده هذه الرؤية قبل أن يفكر في كيف يأكل وأشرب لأن الهدف من الحياة إنما تعينه هذه الرؤية العامة الكلية وهي موجودة عند كل إنسان إذا الإنسان الضائع التائه هذا بحث آخر وقلنا أن أهمية الرؤية الكونية أنها تنعكس مباشرة على الأيدولوجية اللي هو النظام القيمي الأخلاقي الاجتماعي الذي يتعلق بما ينبغي فعله بما ينبغي تركه وقلنا أيضا أن هذه الأيدولوجية إنما تنعكس مباشرة بعد ذلك على السلوك الإنساني الإنسان ليس فاعل بالكهرباء أو بالطاقة الإنسان فاعل بالإرادة والإرادة إنما تعلق بالعلم من مبدأ المحرك الأول هو العلم طيب هنا ربما تبقى فيه نقطة مبهمة نريد أن نشير إليها في هذه الحلقة إن شاء الله للإخوة والأخوات الأعزاء وهي أنه المحرك للإنسان من الصباح إلى المساء في حقيقته ما هو الإنسان ماذا يطلب في هذه الحياة من جميع أفعاله ونشاطاته في الحياة ماذا يطلب يطلب شيء واحد فقط ألا وهو السعادة الإنسان باحث عن السعادة دائما في الدنيا وفي الآخر هذا هو ديدانه هذا هو طبعه مفطور على حب الخير على حب السعادة التي تؤمن له اللذة والبهجة والسرور والفرح والراحة هذه نلخصها بالسعادة هذه السعادة هي التي يطلبها الإنسان في جميع حرقاته وسكناته من الصباح إلى المساء من الصبح إلى الليل طيب هذه السعادة يحصلها الإنسان عن طريق أشياء معينة إذا حصلت هذه الأشياء عنده حصلت له السعادة واللذة والسرور هذا الشيء الذي يوجب السعادة إحنا كنا عليها لا أشرنا إليها الكمال عندنا قسمه الحكماء إلى كمال مادي وكمال معنوي الكمال المادي متعلق بالجانب الغريزي الحيواني عند الإنسان كالطعام الشراب النكاح الكمال المعنوي متعلق بالجانب العقلي عند الإنسان كالعلم كالقرب الإلهي كالمقامات المعنوية العالية العدالة والتقوى والورع هذه كمالات عقلية كلها معنوية لكن الكل كمال يعني الطعام والشرب والنكاح يوجب السعادة وايضا العلم والعبادة توجب السعادة عند اهلها وبالتالي كلاهما سواء كان مديا او معنويا يحصلن السعادة التي ينشدها لكل انسان ولكن من المهم جدا جدا ان نميز بين الكمال الحقيقي والكمال الوهمي مع الاعتراف انك ليهما كمال ولكن فيه كمال حقيقي وفيه كمال وهمي ما معنى الكمال الحقيقي هو الوهمي الكمال الحقيقي هو الذي يحق السعادة الحقيقية ما هي السعادة الحقيقية هي السعادة التي تنسجم مع طبيعة الانسان والتي تكون ابدية وتصاحبه دائما في حياته وفي وعد مماته أما الكمال الوهمي مع اعترافه إنما أنه كمال ويحدث اللذة والسعادة ولكن وقتي هذا شيء طبيعي لا يحتاج إلى استدلال أو إلى فلسفة الإنسان عندما يلتز بالطعام أو الشراب أو النكاح أو غيرها لما لذات وقتية كلها ما تلبس أن تنقضيه وكأن شيء لم يكن ويعود مرة أخرى يطلبه وهلما جرى إلى نهاية حياته ففي النهاية الإنسان الذي أكل وشرب ومارس جميع الشهوات المادية عندما يصل إلى نهاية العمر لا يبقى معه شيء كله صار في خبر كان تمتعته بالحياة الدنيا أما الأم الذي معي لا شيء ذهب وانقدر ذهب مع الريح تماما هذه اللذة سماها الحكماء بالكمالات الوهمية هذا أمر لا ينبغي التشكيك فيه هو واضح جدا في خبر كان بعد كل إنسان وصل إلى نهاية العمر يدرك هذا جيدا وحتى الذي لم يصل بعد يدرك إن هذا سيأتي لحظة من اللحظات يفارق فيها الإنسان هذه الحياة الدنيا بجميع متاعاتها المادية أما الكمالات المعنوية على خلاف ذلك الكمالات المعنوية لا باقية باقية هذا بالمستلح القرآن الكريم والباقيات الصالحات خير يعني الله سبحانه قاله المال والبنون زينة الحياة الدنيا هذا لا شك أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا كمال با ننكره لذائز المادية كمال ولكن وأيضا ضرورية للإنسان ولكن مشكلتها الأساسية أنها منقضية زائلة ليست تبقى معنا للأسف هذا واقع لا يمكن التنكر له أما الكمالات المعنوية فهي حقيقية لماذا لأنها باقية يبقى الإنسان دائم العالم يبقى عالم المتقي يبقى متقي إذا بقى إلى آخر عمر هذا يبقى معه العادل عادل يعيش عادلا ويموت عادلا فهي موجودة عنده والإنسان ده من يستنتبهها الإنسان العالم مثلا يصعب دائما بالكمال كلما تنظر إلى نفسه يصعب بالكمال معه دائما ضميره مرتاح نقول الضمير مرتاح ضميره مرتاح ضمير الإنسان مرتاح لأنه منسجم مع نفسه مع طبيعته الحقيقية الباقية وهي الطبيعة المعنوية العقلية أما الإنسان الذي هو يأكل واشرب ويلعب ويلهو ويستمتع بالغرائز الحاوانية وإن كانت مشروعة ولكن هذه ستزول ولذلك إذا اكتفى بهذا المقدار الكمالات المادية لن يرى ولن يشم رائحة الكمال السعادة الحقيقية أبدا سيظل دائما يطلب المزيد سيظل دائما يلهس وراء الشهوات ولا وقد يحصله وقد لا يحصله وفي الغالباء لا يحصله فيقى محروما ويشعر دائما بالغبن يشعر دائما بالنقص يشعر دائما بأنه محروم وبالتالي يشعر بتأني بالضمير لماذا؟ لأنه لا يوزي الجزء الأهم الباقي في وجودي وهو الجزء المعنوي الجزء الروحي الجزء العقلي فالإنسان العقل هو الذي يجمع بينهما الكمالات المادية كمال للبدن هذا الجسم ويحتاجها ولا بأس بالاستمتاع بالكمالات المشروعة ولكن لابد أن يسعى أكثر وأكثر إلى ليه؟ إلى الجانب الروحي يؤمن الجانب الروحي والمعنوي هذا أمر في غاية الأهمية الروح هي الباقية وأما فساد البدن فهذا أمر لا ينكره أحد لا مسلم ولا كافر البدن يتلف وتحول إلى تراب أما الروح تبقى عند الدينا يؤمنه بالآخرة وكما أثبت الحكماء أيضا الروح باقي فإذن علينا أن نعتني بأرواحنا أقصر من ماتنا ببدننا إحنا ما عندنا مانع أصلا في الاهتمام والعناية بالبدن بالعكس العقل السليم في الجسم السليم كما يقول هذا صحيح هذا أمر واقعي نعتني بأج سامينة نعتني بأج سامينة نعطيها ما تحتاجه من الرغبات المشروعة ولكن لا يكون هذا هي قبلاتنا هي همنا وغمنا ليلة النهار نلهس وراءها وكأنه ليس هناك كاملات غيرها هذا هو الضلال المبين هذا هو الخطأ الكبير الذي يمكن أن يقع فيه الإنسان الغافل الإنسان الجاهل بفلسفة الحياة لذلك يقول الشاعر العارف يقول يقول يا خادم الجسم يعني بيخاطب الإنسان اللي بيهتم بجسمه فقط دون روحه يقول يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته من الطعام والشراب والثياء والصحة يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته أتطلب الربح مما فيه قصرانه يعني هذه بضاعة كاسدة في النهاية نهاية الطراب أنت بتستسمر كل طقتك وعمرك في شيء نهاية الطراب قطعان بدون شك لا يحتاج إلى نص ديني أو إلى دي العقل تحاول لطراب أتطلب الربح مما فيه قصرانه فاجهد على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان أنت إنسان بالروح ليس بالجسم وستبقى الحقيقة الإنسانية حتى بعد وفاتك الإنسان كما يقول النص الدينية أنتم خلقتم للخلود للبقاء لا للفناء شيء طبيعي الذي يفنى هو جسم الإنسان في هذه الحياة روحه باقية بلا شك فإحنا نقول هذا الكلام حتى نبين إن الإنسان يسعى إلى تحصيل كماله الحقيقي الذي يؤمن له السعادة الحقيقية مع أيضا تأمين سائر كمالات الأخرى إنه هو في النهاية جسم وليس مجرد ملك جسم لو شوات له رغبات لابد أن يسعى لها أن يؤمنها من الطرق المشروعة الطبيعية فالذي يؤمن لنا اللي يميز لنا بين الكمال الحقيقي والكمال الواهي ما هو ما هو رؤيتنا العملية الرؤية النظرية والتفكير الصحيح الذي يكون عن طريق العقل الإنسان العقل الذي يعتمد على عقله في تفكيره ويبني رؤيته الكونية الواقعية ويؤسس عليها الأيدولوجية الصحيحة سيستطيع أن يميز بين الكمال الحقيقي والكمال الوهمي وبالتالي يصبح إنسانا عاقلا يسير على الصراط المستقيم يصل إلى الهدف الصحيح الذي هو بلسان القرآن يسمى بالفلاح قد أفلح المؤمنون الإنسان الذي يسير منسجا مع فطرته منسجا مع مبدأه الإلهي الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان المستقيم لا شك في أنها يصل يفلح وينجح في الحياة هذا هو النجاح الحقيقي النجاح ليس النجاح بتحصيل المقامات التعليمية الإبهدائية أو الثانوية أو اللصانسة أو الدكتورة هذه أشياء كانت جيدة لكن هذه أمور مؤقتة الفلاح والنجاح الحقيقي هو الإنسان أن يفلح في أن يكون يصل إلى مقام القرب الإلهي أن يصل إلى مقام الكمال الإنساني الحقيقي الذي يصبح فيه الإنسان إنسانا حقيقيا ويزدق عليه أنه خليفة الرحمن في هذه الأرض وإذا لم يمكن تحقيقه بدون هرم معرفة صحيح قواعده متينة وينتهي بالسلوك الصحيح المؤمن لنا الذي يؤمن لنا طريق السعادة الحقيقية إن شاء الله نكمل البحث في الحلقة القادمة والحمد لله رب العالمين